من خلال جلسته طارية أقرى المجلس الأعلى لتولى ليبيو تعديل الدستورية الثالثة عشر المحالة إليه من مجلس نواب وينص التعديل على وجود سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب ويتولى تكليف رئيسنا للوزراء وتسمى سلطة تشريعية وفقنا لتعديل مجلس الأمة ويتكون من مجلسه النواب ومجلس الشيوخ ويتولى إقرار سياسة العامة للدولة والموازنة المالية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية يعتبر مؤشر على اكتمال التوافق بين مجلس نواب الدولة إلا أن التحدي الحقيقي هو في قانون الانتخابات حيث شروط الترشح التي يجب التوافق عليها بين اللجنتين المزمة تشكيلهما بين المجلس ستة زائد ستة وترى بعض الأوساط سياسية المحلية والدولية في العمالية السياسية في ليبيا أنها تراوح في مكانها ولا تلبي تطلعات الليبيين الذين باتوا يشككون في إرادة الأطراف الحاليين في عقد الانتخابات في العام الحالي طالما انتظر الشعب الليبي من البرلماني والأعلى لتنفيذ الاستحقاق الدستوري حتى يستطيع الشعب الليبي اختيار البرلمان وكذلك الحكومة ولكن تسارع البرلمان عندما رأى الضغوطات الدولية وخاصة دخول الولايات المتحدة الملكية على الخط وأيضا إجبار كل الأطراف الإيجاد مخرج سريع هنا قفز البرلمان وكذلك الأعلى لما يسمى بالإعلان الدستوري الثالث عشر واقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتي لتشكيل لجنة حوار رفيعة المستوى للعمل على تحديد خريطة طريقنا وإطارنا زمانية للعملية الانتخابية وستوفر منصتان لتعزيز الأراء حول العديد من القضايا بين إقرار مجلسي نواب والأعلى للدولة تعديل دستورية الثالث عشر ومقترح باتلي لتنظيم الانتخابات العام الجارية يتطلع الليبيون إلى الوصول إلى توفقات سياسية تنهي حالة الانسداد السياسي الحالي زياد الحجاجي تيرتي عربي ترابلس ترجمة نانسي قنقر